السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أخواني متابعين قناة نباتات زينة اليوم إن شاء الله الفيديو مختلف بطريقة جديدة بإذن الله راح تكون فيه سلسلة من الفيديوهات النظرية بالإضافة للفيديوهات العملية اللي راح نشرح فيها عن طريقة الاهتمام بالنباتات اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن أهم عوامل نجاح الزراعة لأنه للأسف في كثير من الأخوة يبدأوا باقتناء النباتات قبل ما تكون عندهم الخبر الكافية عن طريق الاهتمام فيها فيشتر النبات المشتر بعد فترة تموت للأسف يعني بدون ما يعرفوا السبب أهم العوامل اللي لازم نعرفها أو أهم الأمور اللي هي التربة والمناخ والرعاية طبعا الرعاية اللي هي الري والتسميد والتقليم والمكافحة والوقاية للإصابات الحشرية طبعا أخواني راح تكون الشرح مبسط في هذا الفيديو بإذن الله الفيديوهات القادمة راح تكون شرح مفصل التربة أولا عن أنواع التربة لازم نعرفها هم ثلاث أنواع رئيسية التربة الرملية والتربة الطينية والتربة الصفراء اللي هي الأكثر خسوبة وهي الأفضل لاستخدامها لنباتات الزينة بداية الأخواني راح نتكلم عن التربة وأهم العوامل اللي لازم تتوفر في التربة حيث تكون معك الزراعة ناجحة طبعا الموضوع الأول اللي راح نتكلم عنه اللي هو درجة حموضة التربة يرمز لها بـ H طبعا هو عبارة عن رقام من 1 لـ 14 لو كان الرقم 7 هو درجة حموضة التربة عندك فهي متوازنة وهي تنفع يعني معظم النباتات بعض النباتات تحتاج تكون تربة حمضية اللي هو يكون الـ H أقل من 7 وبعض النباتات يعني عدد قليل تحتاج تكون تربة قلوية اللي هو أكثر من 7 معظم النباتات عموما تحتاج الـ H من 5.5 إلى 8 الموضوع الثاني اللي لازم يتوفر في التربة حتى تكون زراعة ناجحة معك اللي هو التصريف ممكن نتغلب عليه بإضافة الحصى أو البرلايت أو الرمل لو كانت تربة طينية الموضوع الثالث وهو المهم أيضا الاحتفاظ بالماء للأسف التربة الرملية سيئة الاحتفاظ بالماء والتربة الطينية أيضا كتومة فالمفضلة هي التربة الوسط التربة الصفراء الموضوع الثالث اللي رح نتكلم عنه اللي هو المناخ طبعا نتغلب على مشكلة المناخ اختيار النباتات اللي تناسب الـ B-L اللي نحن موجدين فيها ما نقتني نباتات بدهجة وحار نحن في منطقة باردة وايضا العكس يعني معظم النباتات ما تتحمل الحرارة العالية فنختار النباتات اللي تناسب مع الـ B-L اللي نحن موجدين فيها الموضوع الأخير اللي هو الرعاية طبعا الرعاية تحتاج وقت طويل تحتاج إلى خبرة تحتاج التعلم لذلك بإمكاننا من خلال متابعة القنوات التعليمية قراءة الكتب والمقالات الزراعية أو استشارة أهل اختصاص من مهندسين أو مزارعين ذوي خبرة رح نتعلم إن شاء الله كيف نهتم بالنباتات بإذن الله لو أعجبتكم أخواني الفكرة رح نقوم بعمل سلسل فيديوهات على هذا النوط تكون فيها شروحات مبسطة حتى يكون لدينا الخبرة الكافية عن الاهتمام بالنباتات هذا كل شي كان أخواني بهذا الفيديو أتمنى منكم اشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس متابعتنا على الفيسبوك ومشاركة المحتوى حتى يصل لأكبر عدد من المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته